اشتركوا في القناة ولها غطاء علينا ان نفك هذا الغطاء او فتح هذا الغطاء هيا احبات الطلبة نحتاج اليد الاولى بمسك الغطاء بهذا الشكل واليد الثانية بمسك زجاجة الماء من الاسفل وتحريكهما كل واحدة بالاتجاه المعاكس للاخرى بهذا الشكل كما نرى لقد ازلنا الغطاء عن الزجاجة وعند تركيبة نحتاج التناسق الثنائي لليدين بهذا الشكل نضعها ويتم اللف او الاتجاه بالاتجاه واليد بالاتجاه المعاكس ويمكننا عزيز الطالب ان نستخدم التناسق الثنائي لليدين بمسك القلم بيد ومسك المبراع باليد الاخرى وعند ادخاله نحتاج التناسق لادخال القلم داخل الثقب بهذا الشكل نحتاج التناسق الثنائي لليدين عند ادخال القلم داخل الثقب بهذا الشكل ولفه بهذا الشكل ان هذا هو التناسق الثنائي لليدين مسك القلم وادخاله داخل الثقب المبراع وتحريكه بهذا الشكل ويمكننا ايضا استخدام التناسق الثنائي لليدين عن طريق مسك ورقة ومقص مقص بيد والورقة بيد الاخرى نحتاج اليد الاخرى لتثبيت الورقة واليد هذه لمسك المقص والقص بهذا الشكل هذا هو التناسق الثنائي لليدين ونحتاج التناسق الثنائي لليدين عند الكتابة مسك القلم والكتابة وغيرها من الأدوات مثل فتح وإغلاق القلم بهذا الشكل ومن التمرين أحبة الطلبة التي علينا اتباعها لتنمية هذه المهارة تنمية التناسق الثنائي لليدين هي بداية باستخدام الأوراق كما نرى هنا عزيز الطالب يوجد لدينا ورقة علينا أن نقوم بطيها لنجعل شكلها مثل طائرة ورقية بهذا الشكل نحتاج التناسق الثنائي لليدين بامساك الورقة بيد وتثبيت الورقة باليد الأخرى بهذا الشكل كما نرى هنا أحبة الطلبة بامساك الورقة بيد وتثبيتها باليد الأخرى وطيها بهذا الشكل علينا صنع طائرة ورقية كما نرى أحبة الطلبة طي الورقة باستخدام كلتال يدين كما نرى هنا أحبة الطلبة هيا نطبق معا بامساك الورقة بهذا الشكل وطيها ومن الجهة الأخرى بامساك الورقة وطيها يصبح لدينا طائرة ورقية كما نرى هنا أحبة الطلبة نحتاج لتفعيل هذه المهارات تناسق ثنائي لليدين ويمكننا أيضا عزيز الطالب استخدام هذا التمرين لتمارين التناسق الثنائي ليدين وهو بناء برج من المكعبات باستخدام كلتال يدين هيا نطبق معا بداية نفس المكعبات عن بعضها البعض علينا بناء برج باستخدام كلتال يدين نضع المكعب الأول هنا والمكعب الثاني هنا بهذا الشكل وهنا مكعب آخر ومكعب آخر ثم نبدأ بالصف الثاني نضع مكعب بهذا الشكل وهنا مكعب آخر وهنا مكعب آخر عزيز الطالب ثم الصف الآخر بهذا الشكل ونهاية مكعب الأخير كما نرى عزيز الطالب استخدمنا كلتال يدين في بناء مكعب كما نرى هنا باستخدام كلتال يدين قمنا ببناء برج من المكعبات والآن ننتقل عزيز الطالب إلى تمرين آخر وهو وضع الخرز داخل خيط كما نرى هنا عزيز الطالب يوجد لدينا أحجام مختلفة من الخرز كما نرى وهناك خيط علينا أن نضع الخرز داخل الخيط باستخدام كلتال يدين اليد الأولى لإمساك الخيط واليد الأخرى لإمساك الخرز التناسخ يكون عند إدخال الخيط الداخل الثقب الموجود هنا هيا نطبق معا نمسك الخيط بيد والخرز بيد أخرى ونضع الخيط داخل الخرز بهذا الشكل أحسنتم مرة أخرى خرز بيد والخيط باليد الأخرى علينا أن نضع الخرز داخل الخيط بهذا الشكل أحسنتم أحباء الطلبة مرة أخرى نطبق معا عزيز الطالب ندخل الخيط داخل ثقب الموجود في الخرز بهذا الشكل يمكننا استخدام أحجام مختلفة لزيادة الصعوبة بهذا الشكل بهذا نكون قد أنهينا هذا التمرين تمرين استخدام الخيط والخرز ننتقل أحباء الطلبة إلى تمرين آخر وهو إدخال الخيط داخل ثقب الأشكال كما نرى هنا أحبة الطلبة يوجد لدينا أزرار ويوجد لدينا خيط علينا أن نضع الخيط داخل هذه الثقوب بشكل بهذا الشكل كما نرى عزيز الطالب ندخلها بهذا الشكل أحسنتم كما نرى هنا أحسنت عزيز الطالب هيا أطبق معي ندخل الخيط بهذا الشكل داخل الثقوب كما نرى هنا عزيز الطالب أحسنت أحسنت الطبلة يمكننا بداية نبدأ بتحريك كلتا اليدين مع بعضهم البعض بهذا الشكل ثم تحريك يد واليد الأخرى معاكسة لها كما نرى أحبة الطلبة ثم نزيد من سرعة الحركة ثم يمكننا استخدام التحريك الثنائي اليدين بشكل متساوي وشكل مختلف مع سرعات مختلفة حتى يصدر معنا أصوات مثل الطبل نموذج الطبلة وهنا لك عزيز الطالب تمرين آخر وهو فك وتركيب الأجزاء كما نرى هنا عزيز الطالب علينا فك ثم تركيب فك ثم تركيب يوجد هنا كما نرى تناسق يد الأولى تفصل جزء عن الآخر واليد الأخرى تفصل جزء عن الآخر كما نرى عزيز الطالب وهنا لك تمرين آخر وهو نقل كما نرى هنا عزيز الطالب نقل المخاريط من مكان إلى آخر باستخدام كلتا اليدين بهذا الشكل بهذا الشكل مسكها بكلتا اليدين ونقلها ووضعها فوق بعضها البعض بهذا الشكل وبهذا نكون عزيز الطالب قد أنهينا اليوم التمرين التناسق الثنائي لليدين التي نحتاج تناسق الثنائي لليدين في المدرسة أو المهارات الحياة اليومية مثل تزرير الأزرار أو السحاب أو في المدرسة مثل مسك القلم والكتابة والقص والمهارات الأخرى وإلى اللقاء في تمرين آخر ومهارة أخرى في قسم العلاج الوظيفي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر